بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة المهدى ونكمل كمان مع أهلنا في البيوت نكمل كمان وإحنا بنحاول نميط الأزع عن الطريق طريق السلامة والسعادة والهنى والفرح ننتقل من التوافق ونروح للرضا لغاية ما نوصل للسعادة الزوجية النهاردة معدنا مع توافق وسعادة الانتقال الآمن في مراحل النضوج الزواجي حلقات النضوج اللي بنحاول من خلالها نتعامل مع عقبات الطريق ليه؟ لأن احنا مش مفترضين أبداً أن الحياة الزوجية ما تبقاش حياة يعني ايه ما تبقاش حياة؟ الحياة من دعلادة فيها ارتفاع فيها انخفاض فيها خير فيها بعض المشكلات اللي محتاجين أن احنا نعرف ونتمهر أن احنا نتضرب معاها ولذلك شوفوا مبارح بنتكلم دايماً بنتكلم يوم السابقة عن المهارات الزوجية ونتكلم يوم الحد إزاي بقى نستثمر هذه المهارات في التعامل مع بعض المشكلات اللي احنا بنمر بيها في الحياة الزوجية في مشكلة بتحس بيها كتير من البيوت عايزين نتكلم عنها ساعات بعض الزوجات تقولها أنا مش عارفة أنا حاسة أننا مش مرتاحة وحاسة أننا عالب موجوع بس أنا مش عايزة تكلم أنا حاسة أننا فقدة للأمان لما تفصل معاها وتقعد معاها وتسألها هي مش حاسة بالأمان ليه؟ تقول أن جوزي بيعمل حاجات فيها مخطرة وهي دي اللي احنا نتكلم عنها النهاردة هنتكلم عن حاجة اسمها المقامرة الزوجية هل في مقامرة؟ يعني هل في حاجة اسمها القمار في الحياة الزوجية؟ أيها طبعا أيها طبعا في قمار في الحياة الزوجية ده اللي بيجحصل إزاي؟ لما نلاقي زوجة زي ما قلنا موجوعة ومش عايزة تكلم ومش حاسة أن هي هتقدر توصل للأمان وهي حاسة أن الحياة مش في حالتها طبيعية وحاسة دايما بالخوف والتعب الشديد والتهديد بيبقى أحد أسباب ده عدم تحقق الأمان الزواجي اللي سببه إيه؟ سببه المقامرة الزوجية لابد أن احنا نعرف صحيح أن الأمان المادي جزء من الأمان الزواجي وأحد مصادر الأمان الزواجي والتهديد المادي صحيح بيعمل تهديد في الأمان الزواجي وعشان كده حضرت النبي في بداية الزواج قال من استطاع منكم الباقة تفليات الزواج ومن لم يستطع فعليه بالصوم بس لازم نقول برضو مش لازم نبقى أغنية عشان نبقى عندنا حالة أمان في ناس كتيرة جدا جدا بيستخدموا تعبير لطيف قوي 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 بيعبر عن الأمان الزواجي حتى ولو ما كناش أغنية إن هو تعبير إن احنا إيه؟ يكفينا إن احنا مستورين كلمة مستورين دي كلمة واسعة دلالتها واسعة قوي مستورين يعني إيه؟ يعني ما عندناش تهديد يخليني أحس بأن أنا محتاج للأمان ففكرة التهديد حاجة مهمة جدا جدا إن احنا لازم نلتفت إليها طب إزاي ممكن ست ممكن أوزوج يحسوا بالمقامرة الزواجية حادث النبي صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي كان دايما بيعلمنا الاستعازة من أمور لما نعمل خط ناظم بينهم كده هنعرف حادث النبي يعلمنا إن احنا نستعيز من العجز والكسل ونستعيز من الفقر وغلبت الدين وقهر الرجال ليه؟ لأن الحاجات دي ممكن تخلي بعض الناس إذا ما عرفوش يديروا تعاملهم معها إنه ممكن يعملوا إيه؟ يدخلوا في المقامرة الزواجية يمكن الستات اللي بتشتكي من عدم الأمان حسد فعلا بالأهر في حين إن الرجل أعصابه وهدية لما حصل التغير وحصل تقلبات في الحالة الاقتصادية هو مش حاسس بالمشكلة وساعاته هو اللي بيروح للخطر بنفسه ويقول للست أنت من داية آه عشان أنت الأصل عندك وتعبانة آه عشان الأصل عندك إن أنت بتحب الأمان لكن ما تخفيش كله تحت السيطرة فهي بتبقى حاسة بخوف ورعب لا هي مش حاسة بالأمان مش حاسة بالأمان ليه؟ لأن جزء بيصر طول الوقت طول الوقت إنه يدخل في مشروعات هو مش قدها يا ما شفنا ناس استلفت فلوس من ده وده وده أو أخذت فلوس من ده وده وده عشان تشغلها وهي غير مؤهلة إن هي تعمل الكلام ده فإن اللي حصل؟ فزوجته شايف الخطر بعنيها لكن هو بيعمل ده زي بالضبط زوج كمان شايف إن زوجته بتمارس كمان المقامرة الزواجية لما إيه؟ لما تفضل تراهن 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 على حبها في قلبه على حبها في قلبه تفضل تراهن إزاي؟ تفضل تضغط عليه تضغط عليه تضغط عليه على إن هو إيه اللي حاصل؟ أكيد هو بيحبني ويستحملني للآخر وهدي مقامرة برضو مقامرة زواجية وعشان كده لازم نعرف الفرق ما بين المقامرة والمقامرة أه صعيح؟ رجال صعيح بيحبوا إن هم يواجهوا المخاطر بس مواجهة المخاطر مش معناها المقامرة مش معناها إن أنت طول الوقت حاسس حاسس البيت إن ما فيش وظيفة أو شيء ممكن ينسب إليه بتجينا في حالات الإشادي الزواجي كتير من البنات بتقول أنا والدي من كتر الحاجات اللي أنا مش عارف إن هو بيشتغلها أنا مش عارف لما حد ييجي تقدمني أقولهم والدي بيشتغل إيه؟ لأن بابا يدخل في حاجة ويطلع من حاجة وإحنا دايما في حالة الخطر دي أكيد إحنا لو قلنا أن المقامرة لأن القمار حرام فكمان المقامرة الحياتية حرام يعني المقامرة الحياتية حضرت النبي صلى الله عليه وسلم كلمنا وفهمنا هذا بجلاء قال صلى الله عليه وسلم لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه قالوا يا رسول الله وكيف يذل نفسه قال أن يتعرض من البلاء لما لا يطيق فده نوع من أنواع إزلال النفس أن أنت تحمل نفسك ما لا تطيق أو ده بقى ما سألت المقامرة بقى أن أنت تتحمل نفسك اللي فكرة أن الواحد يدخل فيما يتعلق بملف العمل بملف الإنتاج بيسدره كده لهو يكون مؤهل ولا يكون عنده استعداد ولا يكون كمان دارس دراسة جدوى صح كتير من الرجال بيعملوا كده حتى في قراراتهم من هما يغيروا وظائفهم يروحوا عامل شفت كارير من غير ما يقعد مع زوجته من غير ما يدرسوا الكلام ده فيوحمل نفسه من البلاء من الاختبار البلاء هنا ما على الاختبار يوحمل نفسه من البلاء ما لا يطيق فيه مفهوم غريب كده عند الرجالة وكتيب من الرجالة فاهمينه كده وهو أن الراجل مخلوق عشان المغامرة لكن الست مخلوقة للهدوء والاستقرار وده وإن كان فيه جزء صحيح فلازم نميز ما بين تلات مفاهيم المقامرة والمغامرة والمخاطرة ما فيش حياة إيه لو فيها مخاطر الحياة مليئة بالمخاطر فالمخاطرة إننا لما يحصل إن يبقى فيه حاجة فيها زي ما بيقولوا كده فيها احتمالية الفشل وفيها احتمالية عدم النجاح الطالب هو بيدرس فيه مخاطر إنه ما ينجحش بس مش معنى المخاطرة دي إن الحياة تقف فالمخاطرة المحسوبة دي آه أهلا ده حاجة تكادل حياة ما تنفكش عنها أنا وبعمل معكم الحلقة دي فيه شوية مخاطر مخاطر إن أنا أنسى مخاطر إن أنا أقول كلام ما يوصلش لقلبكم مخاطر مخاطر دي موجودة في الحاجات كلها ولزايك بقى فيه بارت كده فيه جزء كده في علم الإدارة اسمه إدارة المخاطر فيه حاجة اسمه إدارة المخاطر وفيه حاجة اسمه حتى عن دست المخاطر حتى في علم الاقتصاد فيه حاجة اسمه إدارة عن دست المخاطر وإدارة المخاطر نرتفع شوية المغامرة بقى المغامرة إنه إحنا نعمل إيه بقى اللي هو هنبتدي بقى في فرد السدر فرد السدر إنه إيه يقول طبعا أنا أزود نسبة المخاطر عشان يزيد نسبة المكسب بس أنا في الحقيقة أنا وبغامر لسه عندي شوية معرفة بأسول المغامرة اللي أنا أعملها دي لكن لما أفصل بقى المسألة خالص وما يبقاش عندي دراسة وما يبقاش عندي أي نوع من أنواع القدرة على تنفيذ هذا المشروع أو تحقيق هذا التغيير أو شيء من ده يبقى دي اسمه مقامرة أضرب لكم مثال واحد مش عارف يدير حياته الزوجية مع أسرته مش عارف يكفي أولاده وقت أنا أسيبك من فلوس مش عارف يكفي زوجته حنان مش عارف يكفي أولاده فيروح يتجوز جواز تاني وهو مش قادر يدير جوازه الأولاني احتمار كبير الجواز ده تكون نوع من أنواع المقامرة لأنهما درس ما حسبش زي واحدة عايزة تتطلق ليه؟ لأن هي في الحقيقة شايفة أن هي قادرة تكون مستقلة من غير زوجها دي مقامرة كمان بس المشكلة بقى في المقامرات الزوجية أن مخاطر مقامرات الزوجية وسيارة المقامرة السريعة في الجواز ما بتدهس الزوجين بس الأسوأ بتدهس الأولاد وزي كان النهار ده بتكلم عن المقامرة الزوجية حاجات أعرف فيها لما لاقي الحاجة اللي أنا بفكر فيها وبعملها مش قادرة أصغى أو أتكلم معها مع شرك حياتي أو أنا مش قادرة أتكلم فيها مع زوجي فدي مقامرة زوجية لأننا واضح أن المسألة مش محسوبة مش مدروسة فعلى طول يبقى المسألة مسألة فيها إيه؟ فيها مخاطر أعلى من إن أنا أقدر أصغى مكسوف إن أنا أتكلم فيها عارف إن الحكاية حقيقة يعني عيبان أو إن هي مش مدروسة وإن أنا خايف إن لما أعرض ده شريك حياتي تنرفز زوجتي أو زوجي أو أن أنا النقاش مش هيبقى منضبط من معايير ما عنديش معايير عشان أدير النقاش ما فيش ما فيش معلومات ما فيش دراسة المقامرات الزوجية دي من أهم مصادر الإحساس بعدم الأمان الزواجي وعشان كده لازم الطرفين يعرفوا إن ما فيه إني مش عايش لوحدي لازم أخرج من الأنا إلى النحن واللي هفكر فيه كده بالزبط حاجة من اتنين لو إن أنا قادر أديره حوار ووضع ليه معايير يبقى أنا ماشي في سفينة رسية طب أنا لو مش قادر أدير حوار فيه وتناقش فيه يبقى بالزبط زي واحد بيجقدف مجدف واحد فالمركبة هتفضل تلف حواليه نفسها وفي الآخر هتعمل دوامة ويمكن تغرأ يبقى أنا مش بقول ما فيش مخاطر بس بنقول لازم تكون قادر على طرح الأفكار بتاعتك والقرارات بتاعتك عشان تتناقش فيها وتكون قابل لتقبل الرأي الآخر من زوجك أو من زوجتك لأن الزوجة ممكن تدخل بالنسبة لك تصبح الزوجة أو حتى الزوج يصبح بالنسبة لك مريتك مش حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا المسلم ومرأته أخي وعشان كده ساعتها هتدخل الزوج أو الزوجة هيدخله في قولي تعالى بل الإنسان على نفسه بصيرة فخلي زوجتك وخلي زوجك يبقى الشريك لك فيه قرار وفيه دراسة مخاطر الأمر ده ومحدش يستهين بنظرة ما تبقاش تباصص بعينك انت بس عشان ما تبقاش مقامر دايما بقول كده أسهل طريق للمقامرة الزوجية هو العوار الزواجي إن واحد ما يشوفش غير بعين واحدة بس وانت مش هتلاقي مراية أفضل من مراية زوجك أو زوجك في ناس كتيرة بتكون شايفة إن للأسف الزوج أو الزوجة عدو وليها لدرجة إنه هو ممكن يحس ببعض الأحيين إن في البيت عبد هو حسن وعبد إن شريك حياته دوت أو زوجته أو زوجه ده بيستعبده فييجي مثلا لو كان الراجل هو اللي حسس بكده يقول هو هتبقى عبودية في الشغل وعبودية في البيت كمان فيحب فيتنفسه الأمراء بالسوق تاخده على المغامرة دي يبقى فيه حاجتين مهمين جدا ممكن يكونوا كشفين عن عدم الأمان في الزواج دايما بنقول لهم كده مش منشئين للأزمات الاقتصادية تبين بقى المقامرات المقامرة الزواجية وكمان الخلل في العلاقة الجنسية ليه بقول كده عشان ساعات اللي اتنين دولة ما يكونوا مكشفين عن المشاكل وبيبينوا أنماط الشخصيات ازاي بتختلف وكمان بيبينوا طريقة تفكيرنا وطريقة إدارنا للحوار وطريقة قابلنا للزوج أو الزوجة ساعات اللي اتنين دولة بيقولوننا ان فيه حد واقع في مقامرة زواجية وعشان كده لازم نكون واضحين لما زوجة تكون طول الوقت بتعمل مع زوجة أشياء تحطه في خطر اقتصادي ولما زوجة طول الوقت محسس زوجته بالعوز الاقتصادي دي مقامرة زواجية على فكرة وعشان كده فيه حاجة غريبة جدا جدا لأن المرأة الفلوس عندها بالمناسبة الفلوس عندها هي ايه؟ الفلوس عندها تعبير عن الحب وفيه ارتباط شرطي كده عند النساء بفكرة كده لازم أوضحها لكم إن الستة بتعتبر إن هي لو إن البيت في أزمة اقتصادية فيه تحديد مباشر لشرفها بتعرفش ليه؟ لا أنا أقولك أنا عارف ليه إن هي بتقول لو حصل عوز اقتصادي أنا هتطر إن أنا أحاول إن أنا أسدد العوز ده طب أنا لو ما قدرتش أسد العوز ده بطريقة مناسبة طب أنا كده أخلاق وقيمة تتعرض للخطر وده شيء لازم نفهمه هي ما بتقولش إن جزء على فكرة اعتمادة وبتقول إن أنا عدم أماني جاي من إن هو شخص محسسني دايما إن أنا على حفة الهوية طول الوقت مخاطر وطول الوقت نسدد في ديون وطول الوقت خسائر وطول الوقت أوقاء حاجات كده مش مدروسة فحاسة إن أنا دايما على حفة الهوية وخايفة أسقط فتسقط أخلاقي ويسقط كمان كرمتي وأقع في الإهانة فإحنا لازم نفهم ده طب نعمل إيه بقى إيه الإجراءات إن إحنا ممكن نعملها عشان نخرج من كل الكلام ده ونخرج من فكرة الفكرة الصعبة دي اللي هي فكرة إيه إن دي هي فكرة إن إحنا في مقامرة زواجية لازم الأزواج الكلام للأزواج لازم الأزواج يوفروا عمل بدخل يوفر دخل ثابت يحافظ على البيت واستقرار ومش بس كده وفي أوقات الأزمات لازم نروح نحي تنويع مصادر الدخل وبلاش فكرة إيه في وقت الأزمات إن الشغلان دي تناسبني أو ما تناسبنيش لحنا ما نتكلمش عن حاجة تهين الإنسان لكن منتكلم في لحظات الكسب ولذلك اسمحوا لي بعد إذن حضراتكم بعيدا عن القضية المرورية بعيدا عن القضية التي تتعلق بالإجراءات القانونية لكن تعالوا نحي ناس كانوا أصحاب شركات ونزلوا اشتغلوا في الأمور التي تتعلق بنقل الناس بإنه استخدموا سيارتهم الخاصة عشان يوسعوا دخلهم أنا لازم نحترم الناس دي لازم نحترمهم ليه عشان موقفوش عاجزين قدام هذه المسألة أو ده نوع من أنواع التأمين البيت ما رحش رح عامل إيه قالوا والله أنا أسيبني من الكلام ده تروح عامل بقى مقمرة إن أنا أروح أجمع فلوس وأحاول إن أنا أعمل بيها مشروع فيفشل المشروع ونرجع نغرأ في الديون اللي علينا هو ده اللي يحصل فيه إن إحنا نقع فيه في مخلفة كلام حضرة النبي إنه لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه أنه هو يحمل نفسه من البلاء ملاطيق يبقى أول حاجة دايما نحرص على إنه يكون فيه دخل ثابت للبيت وفي أوقات الأزمات ننوع مصادر الدخل دي أنا ما بحبش فلسفة إن إحنا نقلل النفقات لكن نغير نمط الاستهلاك وخلي بالك فيه فرق ما بين الاتنين نغير نمط الاستهلاك هيبقى ده شعور إرادي نقلل النفقات ده الناس بتحس إنه هو بتحس بالقهر وده واتممكن مرة نبقى نفصل فيه تاني إجراء أنا مهمة قوي قوي عشان نخرج من المقاورة الزواجية لازم عشان نحاول نخرج من المقاورة الزواجية إن إحنا نحاول نخفف الضغط الزوجة تخفف الضغط عن الزوج بتغيير فلسفة الاستهلاك دي وتقليل المطالب وتخلي المطالب في أوقات الأزمات في حدود الضروريات وأهم الحاجيات يبقى إحنا هنغير نمط الإيه؟ نمط الاستهلاك وده شيء مهم جدا 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 يبقى لاحظ يبقى الزوج هنا إحنا بنعمل إيه؟ بنديله فرصة لما قلناه ننوع مصادر الدخل إنه ويدخل في أشياء جديدة عشان ما نحرموش من فكرة التجديد اللي هو دايماً بيحبها لأنه ساعات بيحب إنه يوسع دخله تالت حاجة بقى وتاني حاجة الواجب اللي على الزوجة إنه تساعد في تغيير نمط الاستهلاك في البيت وخاصة في أوقات الأزمات الحاجة التالتة إنتوا عارفين طبعاً إحنا نتكلمنا عن الحلقة دي لأن كتير من الناس تقول إيه؟ طب إحنا دلوقتي الدنيا دي نعمل إيه بقى؟ نجمع فلوس ونحاول نتاجر بيها نجمع فلوس نحاول نعمل بيها مشروعات من غير ما نحن نكون دارسين ولا بنكون بحسين المسألة وعملين دراسة جدوى محترمة ولا دراسة للسوق كمان محترمة ولا كمان دراسات تتعلق بالمستقبل محترمة الإجراء التالت الدخول في حالة مصرحة ما بين الطرفين عشان نكسر حجز الاتهامات الدائمة يعني إيه اللي حاصل؟ يقضي الزوج والزوجة الزوجة تقوله أنا حاسة أن احنا البيت مليان مقمرة أنت طول الوقت بتحطينا في مخاطر 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 ساعات تيجي إنا الزوجة في الجلسات الإشار تقول أنا بقيت مرهقة أنا بقيت حاسة أن أنا إيه كل ده؟ إيه إيه اللي أحسي؟ أنا ليه بحس أن أنا بجري وفي ناس بتجير ورايا كده؟ طب تعال ندرس مع بعض تعال نفكر مع بعض الحاجة الرابعة اللي أنا شايف أن هي مهمة جدا 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 عشان نتخلص من مقامرة الزواجية أن احنا نفكر مع بعض في أماننا وأحلامنا ومستقبالنا فلما يحصل الزوجة لما تحس أن زوجة عنده فكرة المقامرة دي تقعد معاه تقعد معاه وتتكلم عن حلمه كل يوم الكلام عن الحلم كل يوم وإحنا بندرسه كل يوم احتمال كبير يخفف المقامرة لأن في بعض الأحيان لاحظنا حاجة غريبة جدا مع الناس اللي بيعملوا مقامرات زواجية اقتصادية باللاحظ أنه يبتدي في المشروع وبعدين يزى يبقى هو مش عايز يكمله فبيحصل له فشل أنه ما عندوش طاقة أنه يكمله لكن لو قعد مع زوجته وقعدنا نتكلم في المشروع ده احتمال الطاقة اللي عنده اللي هي تفتر بعد شوية تتحول إلى إدارة فما نكتفيش فقط بالإرادة لكن يبقى معانا إدارة كمان أكتر المقامرات الزواجية هي محاولة إذا أردنا نتخلص منها هي محاولة إدارة وهج المشاعر عن طريق إدارة المشاعر دي وإدارة الأفكار وإدارة الرغبات تعالوا مع بعض نساعد بعض عشان نتخلص من المقامرة الزواجية بإن إحنا ببساطة نوسع مصادر دخلنا بس بعقل ونعيد تفكرنا في نمط استهلاكنا بدقة وثالث حاجة خلونا كمان ببساطة خالص نكون مع بعض بنتكلم إزاي ندير هذه المسائل ولا بأس إن إحنا نقعد ونتكلم عن مستقبالنا اللي جاي ولكن بحوار مفتوح وبقلب وبقلبنا على بعض ساعتها المقامرة مش هتبقى هي اللزة اللي ممكن تكون عند رجل ولكن هتكون عنده الاحتواء والحرص والمستقبل المشترك هو اللي هيكون بيحرك مشاعره ويخليه دايما حاسس بإنه قيمة إضافية للبيت إحنا مش قيمة إضافية لإن إحنا بيجي فلوس إحنا قيمة إضافية عشان إحنا بنأمن النفوس يا رب جعلنا دايما أمان لبيوتنا بفضلك وبكرمك ومدى الدكية كريم فاصل ونرجع لحضراتكم نتلقى إسئلاتكم من بركة عشان نجاوب عليها ولكن بعد الفاصل رجعنا لحضراتكم ومعنا صفحتنا على الفيسبوك صفحة بينامج ولا تعسروا اللي بنتلقى عليها أسئلتكم ونخصص لها وقت محدد عشان نجاوب عليها عشان هي الجسر المنور اللي يفضل فتح لنا مجالس العلم اللي بنذكر بيها عند الله سبحانه وتعالى في الملأة العالم ومعنا أول سؤال النهاردة من السيدة أمو محمد من الده أهلية السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بي حضرتك يا دكتور نعمة وفضل الحمد لله بايما في النعمة وفضل يا رب يا رب يا رب هقول لحضرتك على حاجة أنا جوزي زي يا حضرتك ما كنت بتتكلم في الموضوع ده هو ملموم على جماعة المصطبين وعملين يقولوله هنديك في الوطن البنك وهنديك وهنديك بس تدينا مش عارف ايه وهنخلص لك ورق ونديك يعني جماعة يقول لك ده فيه فلوس في البنك عايزون نخلصها وتدينا فلوس عشان نخلصها وعمالة أقول له ده المصطبين قل مش بحرمية ده كان يقول لي ده شغالين في البنك وقال لي إن أنا شغال في البنك فأنا أعمل معي إيه إن أنا أرجعه عن الناس دي سمعين لنا أقوله دلوقتي حالة أول حاجة أول حاجة ما فيش حاجة اسمها هات فلوس عشان نخلص فلوس من البنك كلام ده كلام كذب هو لو هو بيتكلم على إن هم هياخدوا قرض من البنك ويعملوا مشروع لا القروض من البنوك ويومي بتقشر اسمها قروض اسمها تمويل التمويل ده بيكون مقابل ما يسمى بضمنات فهم لو ما عندهمش ضمنات يبقى هم كان ناس كذبين بالمناسبة سيد أبو محمد أنا شغاليتي أصلا دكتوري بتعطي في المعاملات المالية فأنا بقول لك يعني لو واحد رايح عشان ياخد فلوس من الناس عشان يجيب تمويل لي يبقى الشخص ده ما عندهش حاجة اسمها عندنا ما عندهش ملاقة مالية يعني الشخص ده غير جاهز أصلا لعمل مشروع فما تشاركوش أصلا لأن دوت هو أصلا عينم الفلوس من دوت ده وده وده وبعدين هو نفسه هيبتدي يشتغل أو ما يشتغلش ودوت أحد منتجات المستريح الجديدة يعني أحد المنتجات اللي بيجمع الناس الفلوس فيها ويورطه الناس كلها فأنت ما تعملش ده طب أنت لو عملت ده ودوت شيء غير منطقي وغير اقتصادي وغير وملوش علاقة خالص بالدراسات الحقية للمسائل الاستثمار أنت كده بتضيع بتضيع من تعول وأنت كده بماذا؟ بتضيع المال لأن الرسول اللي صلى الله عليه وسلم نعانى عن ثلاث عن قيلة وقال وكسرت السؤال وإضاءة المال فما تضيعش مالك ما تعملش كده أنت مش من حقك أنا أقول لك حاجة يا سادة بعد إذن حضرتكم أنت مش حقكم مش من حقكم أن أنت تثقوا في الناس ثقة في غاية محلها وبعد كده تقولوا إحنا وثقنا في الناس لا أنت غلطان إذا تدينتم بدين إلى أجن مسمن فاكتبوه ليه؟ لأن أنت مش من حقك أن أنت تعرض موارد المالية بتاعتك وبتاعت أسرتك إلى الخطر لأنك أنت عجبك منظر واحد ولا عجبك أن واحد عنده ابن نكتة ولا واحد بيعرف يتكلم حلو لا فيه أصول للاستثمار أصول للاستثمار بتقول أن الرجل دوت عنده ترخيص أن الرجل دوت عنده ضوابط الرجل دوت عنده سمعة اقتصادية الرجل دوت عنده ملاءة الرجل دوت لما تكون فيه الأوصف دي وإنت قادر تتابعه تشارك معه ما عندكش وإنت مش قادر تعمل الكلام ده عندك المؤسسات المالية تستثمرك الفلوس بتاعتك وهي أكتر أمانا لكن ما تودخلش أنت عشان المخاطر هو بيعمل إيه هو بيقول له أنا عديك أكتر من البنك بيدهولك فيصحب منه الفلوس وده اللي بيحصل دايما مع الناس فلذلك أنا بقولك أهو أنت مش من حقك أن أنت تضيع المال ادخل في حاجة منضبطة ما تضيعش أموالك معنا مين أستاذة فايزة تتفضل ألو سامو عليكم وعليكم السلام راح أطلق بركاته لو صبحت حضرتك أنا عندي شكوة ما نشلاس بعد ربنا اتفضلي لو هي لو هي في مجال تخصصنا أو إحنا منعرف شو بس إحنا مش مجال صحيح إحنا مش محل لترقي الشكاوي لكن خلينا نعتبرها ده سؤال وأشوف أنا أقدر أجاوب على حضرتك عليه ولا لا اتفضلي حضرتك أنا كل يوم جوزي بهدلة وضرد وقلة أدب بالسكينة وعمل لي شوما وعمل لي حاجات نبهدلني مشرحني جسمي خالص بغاية ما حرقني في جسمي وضربني وقرشني وخد مني ابن الصغير وأنا دلوقتي دي لها ماقف الشارع كل ما روح عند حد عرفه يروح ناكي بهدلني وهزان وقلعني حتى الداخلية سلم لي بس يدومي دولية سحبتي وخدت بعض ومشيت وأنا في الشارع مش لقلني مكان أرف فيه طيب بص يا حاجة فايز إذا كنت بتتكلمي على ده أنا أظن إن في حاجات في وزارة التضامن تتعلق بالمرأة المعنفة حاجات تتعلق بالمرأة المعنفة فأنت يروحي لوزارة التضامن وحاولي تبحسي عن وسيلة للتعاون مع حضرتك ودوة أظن إن فيها جزء يتعلق بالحفاظ على أمنك وكمان في جزء يتعلق كمان فأنا أظن إن دوة هيكون مناسب لحضرتك جدا معانا مين أستاذ محمود من الده أهلية تفضل السلام عليكم عليكم السلام عليكم أستاذ محمود تفضل الله وخليك فدلت الشيخ قلت بأستاذ حضرتك أنا كان حصل مشكلة بيني وبين المراطي نعم فحصل مشكلة أنا أدت لأمور تعصطبت فيها فحلفت يا من طلاق رميت عليها لإيه من الطلاق أنت طالق بيك تلاته أنت ما تتزمنيش أنت علي كذا بالليمين أنت خارجة من البيت وطبعا هي ما خرجتش وحضرتك قلت الكلام ده كله في مرة واحدة أه يعني حضرتك كنت في حالة إبداع بتحاول بتحاول تجمع كل الحاجات أنت كده مش كونتش بتطلق أنت كنت بتعمل العقدة بشنيطة صح؟ أنا كنت فعلا كنت مصار جدا يعني كان موضوع كان كبير جدا فأنا كنت مصار دي أول مرة تقولي الكلام ده أه ما قلتش أي حاجة ليه علاقة بالطلق ولا علاقة بالطلق ولا تكون يطالق ولا أي حاجة ليه علاقة بالطلق ده أيوة فنم أيوة أنا رميت يمين بقول لحضرتك أنا حلفت وتعالي الطلق بيك سيدي إن أنا بقول لك أنت ما قلتش قبل الطلق ما قلتش قبل المرة دي أي حاجة ليه علاقة بالطلق قبل كده لا لا يعني دي اول مرة في حياتك اول مرة وعشان كده كنت عايز تقول كل اللي في قلوعك ما عارفش فقلت ايه بقى قلت لقى انت على الطلاق بالتلافة انت ما انت لازماني في حاجة موسقة في حاجة موسقة في طلاق موسقة قبل كده لا لا طب حصل اي شكل من اشكال الخلوع ده طب مش تبشير ده ده انا بقول للناس اللي بيقولوا احنا ليه بنحب ان احنا نقابل الناس اللي بيتكلموا في الطلاق عشان منفصل في كل واحدة من دي بنسأل بنسأل في كل تفصيلة من دي لان الكلام ده كله بيبقى مؤثر طيب حضرتك قلت لها بقى ايه قلت لها انت على الطلاق بالتلافة انت طلق مني بالتلافة على الطلاق بالتلافة ما انت بيت فيها بس يعني علي الطلاق بالتلافة تكوني طلقة بالتلافة وعلي الطلاق بالتلافة ما تكونيش بيت فيها صح كده ويهي تاني بس يا فنس فأنت كنت بتقول عليها الطلاق هتكون يطلق او فأنت طلق طلاق بعد اسمع بس يا سيد محمود طبعا أنت بعد كده قلت لها أنت طالق ولا ما قلت لاش لا لا موتش أنت طالق طيب يعني أنت قلت لها عليها الطلاق بالتلاتة تكون يطالق بالتلاتة وعليها الطلاق بالتلاتة ما أنت قاعدة فيها صح؟ تمام فهي قاعدت فيها او طيب أول حاجة اتق الله في نفسك أنت بتعمل كده في نفسك ليه؟ انت بنبهدل نفسك كده ليه ما كله عبس ده اسمع 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 انا لنا اصد ان انا ضد عليك ولكن ده واجب شرع عليك واجب شرع عليك ان انت تعرف ان الحادثة دي لازم الحادثة دي تكون اخر حادثة ممكن تستعمل فيها الطلاق بهذه الطريقة غير منضبطة لان احنا مأمورين ان نتعاون على البر والتقوى وهذا ليس بر بر وتقوى ان انا افوت ان انت تسيب الكلام ده وتتعمله مرة تانية انت لما قلت عليك الطلاق عليك الطلاق احنا بنتعامل معه اذا حصلت المخالفة وانت قلت عليك الطلاق بالتلاتة هتكون يطالق هتكون يطالق ده خبر وانت مطلقتهاش مطلقتهاش انت طالق قلت له عليك الطلاق بالتلاتة ما انت قعد فيها فانت كأنك حلفت حلفانين حلفان الاولان ان انت هتطلقها وما طلقتهاش وده وتحنس منك والطلاق والطلاق التاني عليك الطلاق ما انت قعد فيها وده حنست فيه يبقى أنت عليك كفرتين يمين بس مش كل مرة بتأسلم الجرة أوقع أوقع تفتي نفسك مرة تانية في الطلاق وأنا ليه عملت كده لين مرة دي أجبت كده عشان أعرف الناس إن احنا لما بالقلوم تعالونا عشان نحقق معكم في دار الإفتة أو تعالونا عشان لازم نتكلم بكلام مباشر عشان نعرف إن المسألة ما هي السهلة ما هي السهلة ليه لازم الألفاظ نتأقن منها ونأكد عليها مرة واثنين وثلاثة سمعتونه مرتين ثلاثة أسأله أنت قلت عليها الطلاق هتكوني طالق هو يبقى فيه فرق لو قال لها عليها الطلاق أنت طالق أه طبعا فرق أحقق معه بطريقة تانية فلازم أنتوا تعفهموا أن ما سألت الطلاق محدش بيفتي فيها محدش ييفتي في الطلاق ومدام قال أن أنت طالق يبقى حصل أنه هو خلاص طلقت بلاش هذه الطريقة المفتبيه أن عليها الطلاق تعامل معاملة اليمين خلاص استقرت الفاتوى على ذلك وعشان كده يا سيد محمود تقل له في نفسك وما لكش دعوة تانية بالأرفاز الطلاق تتفضل أستاذ ياسمين أستاذ ياسمين ألو سلام عليكم عليكم السلام عليكم ممكن بس أتمنى على حضرتك أن حضرتك توطي التلفزيون وتسمعيني من التلفون لو تكرمتي ماشي حاضر تفضلي بقول لحضرتك أنا سؤال دا دي ننزل لأخت جوزي بس عشان هي مش عافة تتواصل مع حضرتك تفضلي طيب طيب هي دلوقتي في خلاف ابنها وبنزوجها وحصل مشاكل وكده هو فهي سبكنه البيت ومشيت وراح تقالت عند والدتها بقالها سبع شهور فاتصل باب التلفون فقال لها إن شاء ترجاي البيت وكده فراح تقالها في التلفون وراح قال لها إيه أنت طالق فهو دلوقتي هو دلوقتي عايز هو إيه رجاحها ويعني إنها ترجع بيتها وخلاص وإن شاء الله يهتدي ويبقى كويس بس بيقولها رجعي فهي حايفة ترجع والحلفان ده تعيش معاها إزاي بالحلفان ده طي يبقى إحنا هو أنا أحيلك على السؤال اللي أنا أجابته من شوي يبقى إحنا محتاجين إيه محتاجين إن هو حضرته يتواصل معنا وييجي در الفتاعة عشان كمان هم في الغالب هيحتاجوا إرشاد زواجي لأن واضح إن العلاقة يا سايبة سايبة البيت بقالها سبعة شهور سايبة البيت بقالها سبعة شهور معناها إن في حاجات بتتكسر وفي حاجات بتحصل في النفوس وفي فتور بيحصل وبيحصل فجوة وبيحصل جفوة فكل الكلام ده محتاج إن يتدخل فيه فيتفضلوا مشكورين إن هم ييجوا على دار الإفتة عشان يجاوب عليهم أول ما حدش بيجي يقول والله أنا بطن جوز أختي تعباه فممكن تكشف عليها هقوله إيه هاتجوز أختك عشان أكشف عليه لأنه هو اللي طلق مش إنت فلازم نتحقق منه ولازم نعمل كده وأرجو بعيد الكلام ده أنا قعدت فترة بدرب المفتين وما زلت بدرب المفتين لو سمحتم السادة اللي بيطلعها على هوا يخلي بالهم بشكل واضح من إن مسائل الطلاق لا يتم إبداء الفتوى فيها ولا إصدار فتوى فيها إلا للمطلق صاحب الطلاق لأن إنت لو قفتت لغير المطلق إنت من أدراك إن دوت وعندما تريد أن تتحقق منه هتتحقق منه إزاي مش لازم الشخص اللي طلق إذا أردت إن إنت تسأله عن نيته هتسأل ده بعض الأحيين بيجي الشخص المطلق وما بيقاش عارفه كان قصد إيه فبالتحقيق وبالتحقق بنساعده إن هو يعرف هو كان قصد إيه ساعة ما كان يتلفز بالطلاق فعشان كده لابد إن إحنا نكون منتبهين للمسألة بشكل واضح ومش يبقى الراجل اللي في الشارع عم محمود البقال ولا أكون الأستاذ سيد أو الأستاذ إسماعيل المعايا زميري في الشغل يفتيني في مسائل الطلاق كل ده وتقول عزو بالله فساد عريض لابد إن إحنا نتوقف عنه يتفضل الأستاذ حسن من الجيزة السلام عليكم كل عام ترايب الدكتور وانت طيب صحة وسلامة أنا عايزة أسأل شئتك سؤال في زكاة المال إتفضل الأستاذ إيضي بفضلك أنا حسنك أنا معي مبلغ هحط واجيبه شبيه شهادات اللي هي العائدة الشهري فحسنك أنا بدل ما ممكن بدل ما استنى السنة وأدفع الزكاة بتاعتهم ممكن أأسم على اتناشر وأدفعهم كل شهر بحيث بعد ما يمر السنة أكون دافع الزكاة طيب أنا عندي سؤال لطيف خالص يا أستاذ حسن أستاذ حسن انت عندك موارد أخرى بتنفق منها ولا انت بتنفق من ريع الشهادات دي لا بنفق من ريع الشهادات وليه معاش بس في غاية زي ما بيقولوا كده الحمد لله ربنا جابت تيسير من عنده بص يا أستاذ حسن اتفضل أستاذ احنا انت العائد بتيجي لك كل شهر صح العائد اللي هيجي لك ده هتطلع عشرة في المية منه بس أيوة يبقى هتطلع عشرة في المية من الريع كل ما يجي لك يعني لو جي لك مثلا سبع تلاب جنيه كل شهر هتطلع ايه عشرة في المية هتطلع سبعمائة جنيه ويبقى هي دي الزكاة ما تطلعش بقى في آخر السنة انت خلاص طلعت زكاتك مع اول كل شهر بيجي لك في الفلوس خلاص كده بحيش آخر السنة يجي الحول اكون انا مخلص الزكاة بتاعتي اه لا انت مش هتتحاسب بالحول انت بتحاسب بعشرة في المية من الريع عشرة في المية خلاص ربنا يبرك لك ويزيدك خير وبركة على رأس يا سيدي ربنا يفتح عليك ويرزقك الخير والبركة والتوفيق والسادات ربنا يوسع على كل واحد عايز يقوم بحق الله سبحانه وتعالى وخاصة في الظروف اللي احنا فيها دي لابد يا سادة نتدافر ونتواصل باخراج الزكوات وكثرة الصداقات في الظروف اللي احنا فيها دي لان دوت هو اللي يضمن ان شاء الله ان شاء الله ان تستمر البركة ويستمر النور من مولانا سبحانه وتعالى ويحصل التماسك ويحصل المجتمع يتعافى ان شاء الله ويبقى كل دوت في خيرنا وينصب كله في كل بيت عندنا لما نعيش مع بعض متربطين وخاصة وإحنا نبشرنا حدث النبي صلى الله عليه وسلم ان احنا في رباط الى يوم الدين يا سادة احنا تكلمنا النهاردة عن المقامرة احنا مش عايشين عشان نعيش بفكرة الوصول للهدف الرائع اللي مستخبي احنا عايشين عشان حياتنا تبقى سعيدة حياتنا تبقى منورة حياتنا فيها مدد ربنا ومش هنحس بدا غير لما تكون اهدفنا بنعملها مع بعض وبننسجها مع بعض بلاش حد يطير ويخبط في السقف لان هو في الحقيقة ما كانش عارف سقفه فين خلينا مع بعض نخرج مع بعض متوكلين على الله درسين قرارتنا ما نغيرش وظيفنا الا واحنا درسين القرارات عارفين درسين المستقبل درسين السوق وبكده نكون متشاركين مع اهل بيتنا فالبيت يتملي وشاركة ومحبة وغلفة ورحمة وموادة وسكينة يا رب اجعل بيوتنا كلها سكينة ومهما كانت المخاطر نكون في محل نظرك وتجبر خطرنا بانك ترسل الينا رزقك الواسع يا كريم يا ودود يا رب العالمين اجعلنا في سعتك واجعلنا في سعتك على الدوام واجعل هذا باب سعادتنا في الدنيا والاخرة يا رب العالمين يا اكرم الاكرمين